السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة معدنا مع اه حوالي خمس ست تطبيقات كده تدخل بيهم الفين اتنين وعشرين ان شاء الله. تطبيقات في منطهر روعة. تطبيقات جديدة. اه اكدلك ان انت ان شاء الله هتقابلها الاول مرة. اه هنبدأ على طول مع التطبيقات اللي لازم تكون موجودة على جهازك ان شاء الله. اه اول تطبيق معنا هندخل عليه على طول. التطبيق ده يا شباب اللي هو بيدي لك احصائية كاملة عن استخدامك وقت استخدامك للتليفون بتاعك. بتقدر تتابع استخدامك واستهلاكك للتليفون. تقدر تتابع حاجات كتير جدا على هاتفك. اه من ضمنها درجة حرارة الجهاز. واستخدام التطبيقات عادة استخدمتها ادي ايه بالزبط. وتقدر تحدد ازا كان الاستهلاك بتاعك عايز تعرفه يومي ولا اسبوعي ولا كل ساعة. تمام? فيها عندنا فوق اختيارات هي اول ما بتفتح التطبيق. طبعا نسيب لكم كل الروابط على في الوصف. بتاخد اول اختيار ده اللي هو الملخص. الملخص ده بيدي لك حاجة ملخصة كده عن الاشعارات اللي جات لك عددها قد ايه? طبعا ده يومي. والكام مرة قفلته وفتحت التليفون بتاعك او فتحت قفل التليفون. فيه كمان تفاصيل استخدام لكل ساعة تقدر تحدد الاستهلاك بتاعك. في الساعة كان. خريطة الحرارة بتاعتك اللي هي التليفون سخن قد ايه? وفي الايام اللي بيسخن فيها اكتر وقت. برضو الغاء قفل الجهاز عمل لك كراسم بياني له. آآ كمان لو دخلنا بقى على الاختيار اللي هو اللي هو اللي هو بيدي لك بقى تفاصيل كاملة عن كم ساعة آآ قضيتها على التليفون او على الشاشة بتاعتك. آآ زي ما انتم شايفين مدي لك اتنين واربعين ساعة في الاسبوع ده. يعني انا استخدمت التليفون ده اتنين واربعين ساعة واربعين دقيقة خلال الاسبوع ده. وميدي لك بقى كل التطبيقات بتاعتك التطبيق ده اشتغل قد ايه? وده اشتغل كل تطبيق استهلكته لمدة قد ايه? لو دخلنا على الاختيار اللي بعد كده اللي جانبه على طول شف يعني اطلاق تلاتاشر تطبيق آآ ده في اليوم اللي هو يعني النهاردة يعني شغلت التلاتاشر تطبيق دول النهاردة. فيه عندك خلال الاسبوع تلاتلاف سبعمائة واحد وستين تطبيق انت فتحتهم او ثبتهم على جهازك. بصراحة احصائية رهيبة يعني. فيه عندك برضو الاشعارات. آآ بيدي لك هوة الاشعارات اللي هي اللي وصلت لك خلال اسبوع ووصل لك الفين متين اتنين واتسعين اشعار. منهم على الجيميل والكلينر. وكل التطبيقات بتاعتك بيديك كم اشعار وصلك منها بالزبط. فيه حاجة كمان بقى اللي هي الاخيرة دي اللي هي حداشر قفل في اليوم. يعني انت النهاردة انا قفلت وفتحت التليفون بتاعي حداشر مرة. تقدر تحدد برضو اسبوعي. هو مديك برضو ملخص اوه. تلتماتين وخمسين مرة خلال الاسبوع ده. تطبيق جميل او بصراحة يعجبكم. وان شاء الله يعني هتثبته على جهازك وتخليه عندك عشان تتابع استهلاكك على تليفونك. وندخل على طول على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي بعد كده يا جماعة تطبيق خلفيات اقل حاجة اقولها عليه انه روعة روعة يعني شوية خلفيات بصراحة خلفيات ومتقسمة بقى يعني الميزة ان انت تمام بتستكشف الخلفيات بتاعتك وفيه علامات فوق هيت او اللي هي دي اللي ودست على الخلفية كده وعينتها دي بيقول لك ان الخلفية دي متحركة يعني في خلفيات سري دي وفي خلفيات آآ يعني مسلا الخلفية دي عبارة عن خلفية فيديو وشوفها شباب الالوان والشكل عامل ازاي دي هتفضل خلفية لما تعملها ست اون مايفون هينزلها لك على طول على تليفونات دي بالنسبة يعني دي هو الحيوانات مسلا لو فتحنا دي بص يا شباب الخلفية دي تفضل عندك على على جهازك طبعا بالاضافة لخلفيات رهيبة كتير جدا جدا يعني هنا مسلا المدن بص الخلفية التخيل الخلفية زي دي على جهازك يعني بصراحة حاجة في منتهى الجمال والروعة وتأسيمات بقى زي ما انت عايز كميات رهيبة من الخلفيات بص يا شباب الخلفية ان شاء الله اسيب لكم طبعا الرابط في الوصف برضو في حاجات يعني تحت البحار تحت المية شوفوا يا كماعة الخلفية عاملة زي والالوان والجمال بتاعها حاجة بصراحة خرافية بصوا الخلفيات اللي هي دي بقى لما بتحرك التليفون بتاعك هي بتتحرك معك يعني اللي مكتوب عليها اللي هي العلامة دي العلامة اللي هي فوق دي اللي هي البنفسيج دي دي كده بتتحرك يعني مع هز التليفون كده يعني كده زي ما انتم شايفين كده اما التانية اللي مكتوب جنبها اللي محطوط جنبها علامة الفيديو زي دي كده دي بتشتغل خلفية متحركة كأنها فيديو قصير. وده كان البرنامج التاني ونخش على طول على البرنامج التالي يا شباب. كما التطبيق اللي معنا دلوقتي يا جماعة تطبيق ادارة للهاتف وتطبيقاتك. آآ اسمه التطبيق دي لما تفتحه كده هتلاقي عندك كل التطبيقات اللي موجودة عندك على جهازك. بعد ما بتلاقي التطبيقات بالشكل ده تقدر تسبت وتقدر تلغي تزبيت التطبيقات دفع واحدة يعني تقدر تحدد كده. وتحدد اكتر من كزا تطبيق او كل التطبيقات. وتدوس على علامة الد Religion دي عشان يبدأ يلغي تثبيت التطبيقات. ده طبعا خاصية جميلة قوي ان انتا لو مش تقعد بقى تلغي تزبيت مثلا عندك اكتر من كزا تطبيق وعايز تلغي تثبيتهم مرة واحدة فانت بتستخدم التطبيق ده في انه ويلغي لك تثبيت التطبيقات دي دفع واحدة او بنقرة واحدة. لو دوسنا على تلات شهرات اللي فوق دول هتلاقي فيه برضو حاجات لإدارة الهاتف. آآ هيجيب لك برضو يقدر يعني هيعرض لك التطبيقات اللي انت شلتها او اللي انت كنت مسبتها وشلتها لو حبيت ترجع لها تاني تقدر تستعيدها تاني. آآ برضو الملفات الاي بي كي او التطبيقات اللي هي اللي هي متسبتة بملفات يعني مش من مطجر بليل مباشر لو انتكيت عليها كده هيفتح لك التطبيق اللي هو نفسه موجود على جهازك. آآ في حاجات برضو اختصارات كده منزلها لك عندك لإدارة التليفون بتاعك تقدر تدخل بضغطة واحدة على التطبيقات بتاعتك بالشكل ده. هيفتح لك كل تطبيقاتك بدل ما تدخل على جهازك من على من على الاعدادات. هيوفر لك ان انت هتدخل منه عن طريق الشرطيقات دي. كمان مكان التخزين لو عايز تدخل على الزاكرة بتاعتك. هيفتح لك الزاكرة بتاعتك بالشكل ده. وتقدر تعمل اللي انت عايزه برضو عليه. في عندك برضو البطارية لو ده فتحت البطارية هيجيب لك برضو البطارية من الاعدادات ولكن بدغطة واحدة عن طريق التطبيق ده. التطبيق حلو بصراحة جماعة هيقدر هيوفر لك آآ ميزات كبيرة ومن اهمها بتهيق لي يعني احسن ميزة فيها اللي هي لغاء تثبيت التطبيقات دفع واحدة. وده كان التطبيق بتاعنا دلوقتي مخش على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي معنا دلوقتي يا جماعة تطبيق رائع بشكل جميل قوي يعني تطبيق عبارة عن خلفيات ساعات زي ما انتم شايفين لما ندوس على كده بيدي لك بقى مجموعة من الخلفيات مجموعة من الاشكال بتاعة الساعة تقدر تزبطها لو دست على بتزبطها على شاشة القفل بتاعتك. وبتختار اللي انت عايزه من الاشكال الجميلة قوي اللي انت شايفة دي. فيه كمان نوعيات تانية تقدر تختار دي مسلا. دستنا على دي كده. شوفوا الشكل الجميل قوي بتاع الساعة دي. شوفوا الساعة دي كمان. بيعمل لك عقرب السواني. شوف عمل لك عقرب السواني بشكل جميل قوي. خلفيات رائعة للناس اللي بتحب الخلفيات بقى واللي هي يعني في بقى الخلفيات اللي زي دي ديجيتال. آآ ساعة ديجيتال هي تديك ارقام فقط. زي ما انت شايفة بتطلع لك دي على شاشة القفل بتاعك. نفس الكلام شوفوا الشاشة الجميلة قوي دي. تطبيق جميل قوي بصراحة جماعة فيه شوية خلفيات بقى روعة. ما اعتقدش ان انت هتلاقيها في اي تطبيق تاني. دي بس لكن دي خاصة بالساعات يعني. انه عايز انت غاوي ان انت تحط الساعة بشكل معين على تليفونك او بتغير الشكل اللي انت متعود عليه. فالتطبيق ده هيبقى حلو جدا لك. وندخل على طول على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي معنا دلوقتي يا جماعة تطبيق يعني بتهيالي اول مرة هتقابله التطبيق دوت لان طبعا الناس كتير اول لما بتحب تصور آآ فيديو آآ احيانا بيبقى عايز يصور بالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية في نفس الوقت. يعني يقدر يدمج تصويرين اتنين في وقت واحد. ازاي كلام دوت? يعني لما تفتح التطبيق بالشكل ده. وتدوس على تسجيل هنا كده. بص يا شباب اثناء تسجيل الفيديو بالكاميرا الخلفية زي ما انتم شايفين اهوت بيسجل اهو. ما ينفعش ان انت تغير الكاميرا. التطبيق ده بيسمح لك بان انت تغير للكاميرا الامامية في نفس الفيديو يعني في نفس التسجيل. يعني مجرد ما بتدوس هنا كده. بص يا شباب قلب لك الكاميرا هوت ونفس الكلام بيسجل زي ما هو. يعني بيسجل هوت العداد الشغال زي ما هو فوق هوت وبيسجل الفيديو بتاعك آآ عادي جدا. تطبيق جامد جدا بصراحة يعني ما قابلت وعجبني جدا وحبيت ان انا اورهو لكم. آآ يعني هيعجبكم ان شاء الله التطبيق ده شباب. وان شاء الله هتحملوه على طول. وندخل على التطبيق اللي بعد كده. اما التطبيق اللي معنا دلوقتي يا شباب التطبيق اسموزيني زي ما انتم شايفين تطبيق آآ ادارة هاتف. هيخلي لك تليفونك يعني طلقة. يعني هيعمل لك شوية اعدادات في الموبايل انت هتفاجأ بيها بصراحة وهتفاجأ بالتليفون بتاعك هيبقى عامل ازاي بعدين. متوفر في التطبيق ده شباب شوية حاجات كده منها اختبار للتليفون القطع بتاع التليفون اللي هو ده. زي ما انتم شايفين القطع بتاع التليفون هتقدر تختبر البطارية بتاعتك وتشوف آآ آآ البطارية ايميتها قد ايه وهتقعد معك قد ايه وكمان سرعة شاحن البطارية لو ركبت الشاحن آآ يعني تطبيق آآ ممتاز جدا وده اعداد خرافي جدا السنسور برضو نفس الكلام بيختبر لك السنسورات اللي موجودة في التليفون بتاعك يعني لو دست على فل سنسور تيست دي هيبدأ يعمل لك اختبارات اهوة للسنسور بتاعك يعني هو عايزك تحرك آآ ايديك وبيقول لك بقى على شوية حاجات كده انت تنفذها معاه عشان خاطر ينفذ لك بقية الاختبار او يقدر يعمل لك تيست للسنسورات بتاعتك برضو نفس الكلام يقدر يختبر لك البصمة بتاع ايدك تتكي عليه خلاص بيقول لك تيست سبيد آآ خلاص تمام. اه وتكمل بقى انت بقيت الاختبارات دي كلها. تمام شباب من ضمن الحاجات الجميلة او برضو اللي هي بتقدر تفتح بتاع الجهازك تعرف كل تفاصيل تليفونك من من عمل كم مرة اعادة تشغيل يعني بيديك احصائية كاملة كده عن تليفونك طبعا وبدي هنا عشان ما فيش يعني مفيش آآ ميموري خارجية. فيه كمان حاجة نوات فيه حاجة اسمها دي تقدر تعمل برضو اختبار اهوات تقدر تكمل الاختبار ده. تمام? كمان فيه بيعمل لك اختبار بتاعك لو انت مسلا دست على اختبار مسلا. شايفين يا شباب بيعمل اختبار لنفسه. اه بيقول لك عد اه الحاجات دي كلها. طبعا. يعني انت هتماشي معاه في الاعدادات بتاعت الاختبار بتاعه برضو هيختبر لك الكاميرا وفيه اختبارات لحاجات كتير قوي. بصراحة تطبيق ممتاز. في حاجة كمان بقى لتسريع التليفون اللي هو الاختبار ده اللي هو الفون بوست ده لو دست عليه كده. ودست على اوكيه. قوي علامة السهمين اللي هو وراء بعض دول هيبدأ يعمل لنفسه اوت يا شباب شوفوا. بيبدأ يعمل لنفسه اعادة لتسريع للسي بي يو. والميموري ده الرامات بتاعتك. لما بتدوس على تست سبيد. تطبيق حلو جدا بصراحة شباب هتستخدمه. هتدوس على ابدأ وهيعمل لك اختبار لسرعة النت بتاعتك. هيبدأ يدور لك على المزود بتاعك. ويبدأ يعمل لك تزبيت للسرعة بتاعته. هوت بيعمل لك تست اهوت له. انا مش هكمل طبعا اللي تست عشان ما نضيعش وقتكو. في ميزة جامدة او في التطبيق يا جماعة احب اقول لكم عليها برضو ممتاز او لو انت حابب تغير التليفون او تجيب تليفون جديد. التليفون ده او بيعمل لك اقتراحات للهواتف اللي انت ممكن تشتريها وبقول لك هنا ان التليفون بتاعك هو اسمه الاي واحد وسبعين وبيدي لك الهلس بتاعته او الصحة بتاعته يعني هو حالته شكلها ايه وما وكل بياناته كل تفاصيل رهيت. فلما تدوس على كده هنا هيطلع لك بقى باقتراحات حلوة قوي لانك انت لو عايز تشتري تليفون بتدوس على التليفون اللي مقترح قدامك كده مسلا وتشوف التفاصيل الكاملة عنه كل حاجة خاصة بيه وتدوس على السهم ده عشان تقترح غيره وبيدي لك بقى حاجات كتير قوي اه مقترحات كتيرة لو انت حابب تغير تليفونك في الوقت الحالي يعني. تطبيق حلو لازم يكون على تليفونك. وطبعا هنخش على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي معنا دلوقتي يا جماعة لازم يكون على تليفونك ضروري. تليفون ده يحميك من الملفات الضرة ومن التجسس وهيعرفك ازا كان في حاجة عندك على تليفونك. اه مهكراك او او يعني دخل او حاجة غريبة على تليفونك. باختبار بسيط جدا بتفتح التليفون بتلاقي الواجهة اللي قدامت دي. يعني بيتجسس عليك دلوقتي فانت بتدوس على بيبدأ يعملك فحص بالشكل اللي انت شايفه ده. وبتستنى عليه لحد ما يخلص الاختبار بيفحص التطبيقات بتاعتك بالكامل. تطبيقات التجسس. يعني هو ما بيفحصش التطبيقات اه اه وخلاص يعني لأ هو بدور على التطبيقات اللي ممكن تكون بتتجسس على تليفونك. بعد ما بيخلص الفحص بيديك نتيجة في الاخر نتيجة الفحص. وطبعا انا مش هطول يعني مش عايز اطول عليك وعايز يخلص الفحص على طول عشان نخش على طول نشوف النتيجة هتطلع شكلها ايه? خلاص يا شباب قرى بيخلص الفحص اهوت وهنشوف مع بعض النتيجة زي ما انتم شايفين يا جماعة النتيجة خلاص طلعت قدام نهيت. كده بيقول لك ان ما فيش اي ملفات تجسس موجودة على جهازك. اه تطبيق ده ضروري يكون عندك على تليفونك. اه في حاجة برضو اسمها كده انت ومكن تتصفح انت بقى الملف الميزات الكبيرة اولي في التطبيق ده. لكن انا اهم ميزة عندي اللي هي بتاعت التجسس او انك انت هتخلي بالك ازا كان في حد بتجسس على تليفونك. اه وطبعا يا جماعة بشكركم يا رب اكونوا استفدتم من التطبيقات هكون سايبها لكم طبعا على في الوصف يا ريت تعليقاتكم. وازا كان الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناة وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.